مرة اخرى يعود ارباب الاحتلال الى شن هجوم تحريضي عنصري ضد السيد الرئيس محمود عباس كان اخرها اطلاق مندوب تل ابيب في الامم المتحدة وخلال جلسة لمجلس الامن الدولي لمناقشة الاوضاع في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية تصريحات تحريضية لتأليب المجتمع الدولي على رموزنا الوطنية بالصاق تهمة دعم الارهاب وتشجيعه لا يزال الفلسطينون يكرهوننا اكثر من حبهم لابنائهم ولم يعتمد هذا النهج بعد اثناء زيارة الرئيس بايدن الرئيس عباس كذب مرة اخرى عندما اعلن ان السلطات الفلسطينية تعهدت بنبد الانف وهذا ابعد ما يكون عن الحقيقة الرئيس عباس لا يمول الهجمات الارهابية ويشيد بها فقط ولكنه يخرج عليها واعضاء من حزبه يرتكبها حان الوقت لهذا المجلس للتصدي لثقافة الكراهية التي تروج لها السلطة الفلسطينية على مدار عقود ديباجة التهجم على القيادة التي يستخدمها قادة الاحتلال كافضل واقصر طريق للدفاع عن انفسهم وتبرير احتلالهم تندرج في سياق محاولاتهم المفلسة للتحريض على السيد الرئيس الذي يقود معسكر السلام واستطاع ان يرسخ النضال السلمي في مجابهة الاحتلال للحفاظ على التوازن الامني وعدم الانجراري وراء مخططات الاحتلال الرامية لاشاعة اتون التوتر سواء بتصعيد سياسة الاعدامات او تدنيس المقدسات والتهجير والاستيطان للتملص من دفع استحقاقات السلام التي يسعى سيادته لانتزاعها من انياب الاحتلال بطريقة سياسية ودبلوماسية وبالمقاومة الشعبية عزف الاحتلال على اوطار التحريض ضد سيادة الرئيس المتمسك بالثوابت الوطنية والرافض التفريط قيد انملة بالحقوق الوطنية رغم محاولات الاحتلال المتكررة ابتزازه سياسيا وماليا اعاد للاذهان ذات السياسة الراديكالية التي مارستها حكومة الاحتلال انذاك بحق رفيق دربه الشهيد الخالد ياسر عرفات عندما رفض التوقيع على اتفاق كام ديفيد ودفع حياته ثمنا سياسيا فما اشبه اليوم بالامس وبرغم الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني لن نركع ولن نستسلم ولن نحيد عن ثوابتنا وسوف ننتصر باذن الله تناوب قادة الاحتلال على التحريض ضد السيد الرئيس محمود عباس والقيادة وابناء شعبنا ونضالهم المشروع لانهاء اخر واطول احتلال في التاريخ يعكس حجم الغي والحقد الذي وصل اليه قادة اسرائيل جراء فشلهم في تركيع جذوة الثبات في شخص سيادة الرئيس الذي افنى عمره مدافعا صلبا وسياسيا محنكا لا يهاب الردى ولا التهديد فكم مرة تعرض للتهديد وكم مرة تم ابتزازه وكم مرة تعرض للحصار ولكن ورغم كل هذا البطش ظل شامخا كالجبل الاشم في زمن الانحناء متسلحا بشعب التف حوله وصار بخطى القائد الثابت ينشد الدولة ويبني اركانها لبنة لبنة خالد مطاوع تلفزيون فلسطين